مساء الخير الله يعين البلد لا تشكيل بذكيلك هو الاعتذار هكذا كتبت نهاية قصة تأليف الحكومة بعد مخاض دام تسعة أشهر تخلى له مبادرة فرنسية وأخرى وطنية للرئيس نبيه برري وما خفية من تفاصيل المشهد الأخير يرويها الرئيس سعد الحريري في إطلالته تلفزيونية مساء أما ما رشح من معطيات دفعت المكلف إلى خيار الاعتذار وفق الرواية الحريرية فهي بقاء موقف رئيس الجمهورية ميشيل عون على حاله بلا تغيير وإبلاغه الرئيس الحريري أنه لا إمكانية للتوافق معه رغم أن الأخير طرح عليه أخذ المزيد من الوقت للتفكير بالتشكيلة أما رواية بعبداء فتحدثت عن عدم استعداد الرئيس الحريري للبحث في أي تعديل يتعلق بأي تبديل بالوزارات وبالتوزيع الطائفي لها وبالأسماء المرتبطة بها أو الأخذ بأي رأي للكتل النيابية لكي تحصل الحكومة على الثقة وأصر على اختياره هو لأسماء الوزراء وما أن لفظ الحريري كلمة الاعتذار حتى حلقت دولار سعودا إلى مستويات غير مسبوقة متخطيا في وقت قياسي عتبة الـ 21 ألف في السوق السوداء فيما نزل محتجون إلى الشارع وقطع الطرقات في العاصمة والمناطق رفضا لما آلت إليه الأوضاع هكذا تبددت كل الآمال بتشكيل حكومة إنقاذ تضع البلاد على سكة المسار الإصلاحي والأنظار تتجه إلى الخطوة المقبلة تكليفا حيث سيحدد رئيس الجمهورية موعدا للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن وسط سلة أو سلة أسئلة حول من يمكن أن يخلف الحريري تكليفا وهل سيحظى بمباركة بيت الوسط وغيرها الكثير من التساؤلات التي يبدو أنها بحاجة لوقت كي يجد اللبناني إجابة عليها